السلام عليكم ان شاء الله تكونوا كامل بخير أتمنى يلحقكم هذا الفيديو و يلقاكم كامل بصحة جيدة اليوم ندير وصفة الكروكي بطريقة مغيرة ماشي كيمة عن داري نديروه بالمعجون باش نحضروا هذا الوصفة انا هنا يا عندي كاس تعزيت عندي كاس سكر ماشي معمر عندي ينصر شي تاعها لفاني عندي هادك الخمارة القرصة تاع الملح و الفارينة نبدو بسم الله في نكسرو البيض تاعنا ندير رب حبة تاع البيض نزيد القرصة تاع الملح ندربهم شوية نزيد الكاس تعزيت نبدو كامل في السوائل نضيف نزيد هادك الساشيت على فاني و نزيد السكر و نزيد نضربهم ملح تومين يضوب هادك السكر نضيف الفارينا غير بشوية نضيف الفارينا غير بشوية نضيف الفارينا من قليل نضيف الفارينا غير مقصف نضيف الفارينا غير مقصف ضرقة هنا نستعمل يديها نشوف العجينة لخصتها الفارينة هنا ما نزل شوية نستلها شيطا فارينة ونكمل ليمها بعد ما كملت شوفوا كيفية الجيهية تلاسق ديروا يديكم في الزيت ولايموها دو كان هنا فوق البروندو تخافايد هنتو شوية بالزيت نحط العجينة باش نروليها وندير هدا دي بودا كيما هكذا نيجوني زوج هكذا لازم نسكمهم ليح نسويهم باش يجيوا كيف كيف وبعد مغرفة صغيرة تعلاتي لازم تكون مغرفة صغيرة ندير هاد الضقبة اللي في الوسط كيما هكذا ولا تقدروا تديروا بيد تع المغرفة ولا باي شي يكون عندكم تقدروا تباش تقبوا فيه في الوسط تديروا تستعمل له كيما هكذا كيما هكذا في الخمارة نقص وديروا فيها باكي ونسطة خمارة بعد ما وصلت له كامل سيكروي غلاس ذوكا نحمر في الوسط معجون تع المشماش وانا هاد المعجون يعني كتخدمته في الدار ما يجيش جاري بزاق كيما هادك اللي ينباع يجي سائل بسح هذا اللي مخدوم في الدار يجي شد نروحو وذوركا نقسم نقسمو نوري لكم كيفاه لازم موسيقو نقاطع كيما كيما على بيلكم لكروكي يجي شوية كخوستيون لازم نشدو غرب شوية والا شوفو كي قسمتو شفو من تحت كيش خرج حمر جحمر شوية بزيادة اغفلت عليه شوية هنا المعجون تقدروا تعاوضوه باي معجون يكون متوفر عندكم خليوه كي يبرد لازم تحتفظو به في بواطا مغلوقة باش هكذا يبقى لكم طريق نتمنى تكون عجبتكم الوصفة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى